مرحبا أعزائي الصغار، اليوم درسنا عن حرف الخاء، سنمتهن خلاله مهنة جديدة من عالم المهن دخلت قلود معمل العم مختار، وقفت قرب خزاف يصنع خابية نظرت إليها بإعجاب وسألت، من يزخرف الأواني الفخارية؟ أجابها الخزاف، انظري خلفك، إنها خديجة هي التي تزخرفها بأشكال وألوان مختلفة أعجبت خلود كثيرا بما يقومون به من فن وزخرفة جميلة وقررت في نفسها بعمل شيء مماثن له وما كان إلا أن ألبست دميتها صدارا وحملتها بحنو ثم خاطبتها بفخر هذا الصدار نسجته لك بخيوط صوفية وزخرفته بخرزات مختلفة الألوان فهل أعجبك؟ هل عرفتم مهنتنا اليوم يا صغاري؟ نعم نعم، أحسنتم، إنها مهنة الخزاف أو الفخاري لنتعلم معا، يمكن أن نجد حرف الخاء في ثلاثة مواضع في أول الكلمة كأن نقول خباز في وسط الكلمة كأن نقول مخبزة، أخضر، مخلب في آخر الكلمة كأن نقول بطيخ، كوخ، أخ بطيخ، كوخ، أخ